مباراة الكهز دي بقى الأهلي لعبها إزاي؟ على ضوء ما سبق والتغيرات كثيرة في التشكيلة بيعملها كل شوية والتدوير اللي بيعملوا مارس الكولر التشكيلة الأنسب لهذه المواجهة والطريقة الأنسب للأهلي في هذه المواجهة تكون عاملة إزاي؟ هو مستر كولر الفترة الأخيرة كلها بيلعب أربعة ثلاثة ثلاثة بيغير بعض الناس في بعض المباريات للتدوير عشان يريح بعض الناس عشان يصبط الترارية وغيابات الترارية عشان يدخل ناس تبقى جاهزة طول الموسم مع لأن النادي الأهلي بيلعب بطولات كتير جدا فمحتاج عدد كبير يبقى مجاهز ولكن في تشكيل شبه سابت للنادي الأهلي في المباريات المهمة بنسبة 80-90% يعني دلوقتي طبعا ما تتكلم على أحراص المرمى أكيد مصطفى شبير وهو ماشي بخطة سابتة بعد إصابة شناوي اشتركوا في القناة